كل ما يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وتحديد ما يتعلق بالحروب والشروط التي وضعت على أن تكون هذه الحروب لها خطوط حمراء كل ذلك للأسف الشديد لم يرسل أو لم يسوق بالإعلام بالشكل الذي يحرك المجتمعات الغربية وليس الحكومات الغربية يعني من يسوق لإذا هو وسائل الإعلام العربية هي وسائل الإعلام عبري أحسنت وهذه واحدة من أهم المشاكل أن الغرب أنا لاحظت بها يعني يطلقون على الشهداء في فلسطين بأنهم قتلى والبقى هسه شوف أقص إذا أسمح لي كلام دقيق إذا تروح على موقع أكس وتشوف كل جهد ذول العلماء ذول العوران العوران إيه أنه شلون الفلسطينيين يقولون عليحي السنوار شهيد شلون يعني مستحيل وهاي قاعد يفسرون ويجيبون وكذا ومعرف يحاولون بأي طريقة كون ما يصير شهيد هاي الأكثر ولا أقد وهذه العقلية العربية أو العقلية القيادية العربية سواء على المستوى الديني والسياسي هي متعاضبة ومتعاضلة مع الكامل الصيوني لا ينكر أحد وبالتالي لاحظ الإعلام يحاول أن يشغل الرأي العام بقضايا هو يعتقد أنه ارتكب خطيئة كبيرة الآن نتحدث عن ما يسمى رجال دين أو علماء دين هؤلاء كانت لديهم فتاوى الغداء والعشاء مع الرسول في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وكأن المطاعم فتحت في ذلك وقد في حين لم أسمع إلى الآن منذ سبعة أكتوبر رجل دين من هؤلاء المنافقين بين قوسيا نطلق عليهم رجال دين أن يفتي فتوى واحدة بمقاتلة اليهود في حين أن القرآن ينص على ذلك القرآن والشريعة والسنة النبوية تنص على مقاتلة اليهود طالما أنهم يعتدون عليكم مثل ما اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم الآن نتحدث عن إعلام يعني لديه مشغول بنانسي عجرام مع احتراماتي والفنانات والفنانين ويشغل الرأي العربي عن هذه القضايا ولا ينتبه إلى فلسطينية تختصب من دعش جند يهودي ولا لأطفال الذين يتقطع رؤوسهم ولا إلى النساء ولا الكهوف التي يسكنها الفلسطينيين ولا ما يحدث في الضحية الجنوبية طبعا طامة كبرى لم تحصل في غزة وفي الضحية الجنوبية أنا أقول الحرب العالمية الثانية لم تشت هكذا تدبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر